دي كانت حالات تحكمية أو حالات من الحاجات اللي هي أسيرة مبارح شوية وعملت جدل شوية وأنا بقول لحضراتكم الموضوع هده ينتشر كتير جدا بس رجاءً لو حد فيكم بيسمعني أو حد فيكم بيوصل لكم يعني بلاش التليفونات الداخلية بلاش التليفونات هنقول إيه خلي كل واحد يقول رأيه فيكو أو في كل الناس اللي مشاركة في السوداء التحليق كلها كل واحد يقول رأيه بلاش تتفق على حاجة معينة يلاش بلاش نقول هنطلع بلغة واحدة وبكلمة واحدة وبقرار واحد ماينفعش ماينفعش يعني الكلام ده مش هينفع واحد بيأثر على واحد مش هنشيل بعض احنا ولو أنا موافق لو ده هيحصل شاركوني في الرأيه يعني شاركوني معاكو وهطلع أقول زيكم مافيش مشكلة ووزعوا الاسكريبت اللي انتو وزعوا على الناس كلها وأنا معاكو مافيش مشكلة خالص يعني نشارك كلنا في الرأيه الحاجة التانية مش ممكن تجيب حالات تمام وتبقى قاصد ما تجيبش التانية أو التالتة لأنها مكادش محلحوظة أو محسوسة أو ملموسة أو محدش تكلم عليها الشغلانة الأساسية كحتة تحكمية في حتة تحليلية ان انت تجيب اللي ما احنا ما شفناهوش ان الناس طبيعيين ما شفوهوش ما خدوش بالهم منه زي كرة وليد أزارو مثلا لو واحد جابها في الستوديوهات الحلية اللي زعت المطش لكو عندي مثلا ايه يعني أموم الصف عملالي كباية شي محترم لكو عندي كباية شاي انا باتكلم جد ليه ده هتلاقي متقرر كتير جدا في حاجات مش هيبقى عليها اجماع أو محدش خد باله منها قوي بس هو عرفة هو عرفة لأنه دي لعبته ده تخصصه يعني الحكم الدولي اللي شارك في مليون مباراة سواء كان على مستوى الناشئين والدرجة التالتة والدرجة التانية والدرجة الممتازة وبعدين أبطال أفريقيا المحليين وأبطال أفريقيا الدوليين وأمم أفريقيا وبعد كده كاس كرات ولو ربنا كتب ليه النجاح فيه ولا حاجة وبعدين كاس عالم شارك فعارف كويس جدا 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 يعني الحاجات الصغيرة زي ما انت في احساسك بالعيب كرة كده ممكن كرة تروح كده ولا كده فتقول ليه لا ده مش قاصد لا ده قاصد لا ده كان عايز يعملها كده لأن انت عندك احساس به فهو ده بالزبط اللي أنا أقصده انت بتبقى عارف كل كبيرة وصغيرة وكل المواقف الحاجة التانية واللي هفضل اتكلم فيها او الحاجة الاخيرة اللي هأفل بها الموضوع ده وهفضل اتكلم فيها هي الحكام